اشتركوا في القناة ولا هو حتى اعلام حكومي بالمعنى الدقيق والحسر الكلمة لماذا؟ لان الاعلام العمومي اليوم هو في حالة اضطراب تام وكأن بالدولة تستخدمه فقط لغايات سياسية بمعنى حتى العناية بهذا الاعلام غير موجودة يعني من ان افترض ان الدولة اذا تسيطر على الاعلام تعتني به ارجو ان تكون التمييز واضح لا نجد لا برامج دراما لا برامج تقافية لا برامج رياضية حتى البرامج الرياضية في حد الادنى اذا هناك تصور اداتي للاعلام هذا الحكومي هو اصبح اعلام حكومي لكن حتى هو اعلام حكومي مضطرب اذا قارنناه مثلا باعلام بفترة بن علي لانه في فترة بن علي قبل 2011 الاعلام كان منظم والدليل دليل على ذلك انا قلته في مقال المغرب اخيرا انه اكثر الانتاجات التي يعاد بثها هي من فترة ما قبل 2011 ما قبل 25 جولية حتى نكون يعني دقيقين وصريحين في الموضوع الاعلام كان يشتغل ايضا بطريقة مضطربة لم يكن هناك اعلام عمومي بالمعنى الحصر الكلمة لماذا؟ لان هذا الاعلام العمومي لم يخطع الى حملية اصلاح شاملة وكاملة مثلا اهم نوع من الاصلاح في الاعلام العمومي ومجالس الادارة مجالس الادارة بقيت كما هي الاطار القانوني بقية كما هو يعني التنظيم المؤسسة بقية كما هو يعني وقعت تغييرات بسيطة نحن للأسف يعني نحصد ما لم يتم زرعه يعني قبل 25 جولية يعني الحصاد يعني كارثي فبالتالي عدم عملية الاصلاح لم تكن موجودة اصلا لكن وقع كان هناك يعني تطورات هامة جدا نحو الاعلام العمومي مثلا تمثيل التنوع السياسي والحزبي والاديوليش والمجتمع كانت هناك برامج حوارية ممكن ان ننتقدها كانت هناك الاخبار كانت تغطي الحياة السياسية الحياة الحزبية الحياة المجتمع المدني ثم لا ننسى ان الاعلام العمومي ادى ادوار اساسية في انتخابات 2019 يعني كان حقيقة يؤدي وظيفة منصة النقاش العام فضاء النقاش العام وحتى البحوث التي ننجزها تبين ان جزء كبير من الرأي العام الانتخابي تابع الانتخابات 2019 بواسطة الاعلام العمومي شوف اعود دائما الى المقال الذي كتبته في جريدة المغرب منذ اسبوعين اعتقد وكان هناك بعض الذين يروجون لسردية السلطة كانوا يقولون ان ما يحصل الآن في الاعلام هو بداية تحرير الاعلام تلقيت هذه المقولة باستغراب كبير وكتبت المقال هذا ستة او سبعة يعني حجج تبين ان لا نية للسلطة الحالية في اصلاح الاعلام منها مثلا تسمية المسؤولين على القطاع الاعلام العمومي او الاعلام الحكومي او الاعلام الرسمي لا تخضع الى اي تصور استراتيجي لا توجد برامج لا توجد يعني تعبير عن نواية معينة للاصلاح الى اخرية انا اعتقادي ان التصور حالي هناك من يقول ان السلطة السياسية الحالية لا تتعامل مع الاعلام هذا غير صحيح بالعكس هي لا تتعامل مع الاعلام باعتباره مؤسسة لها ادوار خاصة بها هي تتعامل كما قلت مع الاعلام باعتباره حلقة وصل يعني ادات تبلغية ولهذا نرى وهذا دائما اشير اليه هناك شغف كبير لدى المسؤولين الحاليين لغراق الصحفيين بالمواد الصادرة عن المصالح الاتصال يعني وكأن الفكرة هذه موجودة انا قلت موجودة من 56 اطلقت عليها صحافة النقل صحافة النقل هي امتداد لاستراتيجيات الاتصال المؤسسي في الوزارات وفي المؤسسات يطلبوا من الصحفيين ومن الصحافة ان تكون اداة لنشر ما تنتجه مصالح الاتصال من مواد اتصالية هذا الدور الذي يعني هذا الدور كان موجود من 50 لكن اليوم اصبح هو الدور تقريبا حاصل للإعلام اعتقادي ان المؤشرات اليوم تقول ان الاعلام العمومي توجد هناك ضبابية كبيرة حول الدور الذي يقوم يجب ان يقوم به في الانتخابات المقبلة الاعلام العمومي او الاعلام لا ادري انا قلت هناك مشكل مصطلح ومشكل في المفهوم في التوصيف يعني كيف هل هو اعلام رسمي اعلام حكومي اعلام عمومي يعني قلت اعلام موجود في منطقة رمادية جدا يعني لا تنطبق عليه حتى هذه المواصفات لكن ما هو مطلوب كيف سنقيم ادوار الاعلام العمومي سنقيم ادوار العمومي الذي هو الان كما قلت في حالة عطالة وفي حالة اضطراب كبيرة اولا توفير المعلومات للناخبين معلومات عن شخصيات التي ستترشح انتخابات رئاسية معلومات عن البرامج معلومات عن السياق السياسات التي سيعلن عليها المترشحون ثم ثانيا تنظيم النقاش الانتخابي الناخبون لا يجب ان يتحصلوا على معلومات منعزلة عن بعضها البعض يجب بالنسبة اليهم من المهم ان يتعرضوا الى النقاش الانتخابي الى البرامج وهي تتناقش مع بعضها البعض هذا يعني المعيار اول معيار الثاني الى حد الان اعتقادي ان الاعلام العمومي لا تتوفر لديه اليوم الشروط والمواصفات حتى يقوم بهذه الادوار لا ادري قد تتغير الامور قد تكون هناك مفاجأة سارة لكن حسب ما اراها الان الامور لا تصير بشكل جيد لم تفشل التجربة انا كنت من منطقة منظومة التعديل السابقة لكن يجب انه ميز تمييز دقيق وواضح بين التعديل باعتباره الية اساسية نظام اساسي في المجتمعات التي تريد ان يكون لها اعلام مستقل ومهني وجيد وبين اداء المجلس الذي كان يعني موجود اداء المجلس هذا يجب ان ننقض يعني هو ليس فوق النقد والنقد يجب ان يكون موضوعي يجب ان يكون منهجي واعتقد ان النقد الذي وجه الى المجلس السابق في اشياء كانت موضوعية وعلمية ودقيقة ومنهجية وفي اشياء يعني لا تستحق حتى ان ننظر اليها لانها كانت قائمة على اعتبارة شخصية لكن منظومة التعديل هذه يجب ان تكون مستمرة وقائمة واساسية وإلا سيكون الاعلام خاضع بشكل كامل اما للسلطة السياسية تفعل به ما تريد او خاضع الى الفاعلين الاقتصاديين او اصحاب المؤسسات الذين وهذا ما يحصل اليوم يعني غياب التعطيل منظومة الهيكا زادت طينا بل والآن تحولت كل يعني الرداء انا قلت هذا ايضا في مقال شريطة المغرب الرداء بلغت مستويات غريبة جدا الآن تقريبا نحن في حالة التلفزيون الخاص يعني تحول الى محلات تجارية يعني يعني مع اندثار البرامج السياسية ومع اندثار البرامج الحوارية ومع اندثار حتى البرامج النشرات الاخبار يعني بالتالي الوضع صعب جدا اشتركوا في القناة